لم تترك الأحزاب السياسية في العراق بابا من أبواب الفساد إلا وطلقته وانتخابات مجالس المحافظات الأخيرة ليست استثناء إذ نتمنى التوفيق للقوة السياسية المشاركة في الانتخابات فإننا نأمل منها بعد ظهور النتائج أن تسرع في تشكيل الحكومات المحلية بعيدا عن التقاطعات السياسية أو الخلافات الجانبية الخلافات التي تطرق إليها السوداني قبل ثلاثة أيام من إجراء انتخابات مجالس المحافظات شقت طريقها إلى جميع الأحزاب السياسية لا سيما قوى الإطار التنسيقي وفقا لما تشير مصادر برلمانية فالعنوان الأبرز لهذه المرحلة التي أعقبت الانتخابات التي جرت في الثامن عشر من شهر كانون الأول الماضي هو الصراع على المكاسب وكيفية توزيع المناصب في مجالس المحافظات أما عن كيفية تقاسم الكعكة يكشف العضو في تحالف الإطار التنسيقي عائد الهلالي عن وجود تفاهمات أولية بين الأحزاب المهيمنة تتمثل في حصول تحالف نبني بزعامة هادي العامري على محافظات بابل وذيقار والقادسية وديالة بينما تكون كل من بغداد وواسط والمثنى من حصة تحالف دولة القانون في حين يسيطر تحالف قوى الدولة على محافظات النجف وميساد وذيقار وبحسب مصادر برلمانية فإن هناك صراعا محتدما يحدث في الخفاء بين قوى الإطار التنسيقي على محافظتي البصرة وكربلاء وهناك صعوبة في تشكيل الإطار لهذه المجالس من دون التحالف مع كتلة أخرى بين أن الصراع الأقوى هو حول من سيسيطر على البصرة وتتمحور أهمية الفيحاء كما يرى محللون سياسيون حول ثقالها الاقتصادي ومنافذها الحدودية وبالتالي فإن كل جهة تريد الاستحواذ عليها من أجل زيادة نفوذها واستغلال ذلك لصالحها خلال المرحلة المقبلة خاصة في الانتخابات البرلمانية القادمة ولم يستبعد مراقبون للشأن العراقي حدوث هذا الصراع بين الشركاء السياسيين لا سيما وأنه أعقب انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير وخلوقات عديدة ومقاطعة شعبية واسعة في صورة تعكس جانبا ضئيلا من مدى الفساد المتجدري في المنظومة الحاكمة والرفض الشعبي لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة